بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم كل المتابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة النهاردة هنتكلم عن القيمة اللي تكلم عنها صندوق النقد الدولي ومطالبات بتعويم كامل للجنيه المصري وإيه القيمة اللي ممكن الدولار يوصلها في الأيام اللي جاية وهل بالفعل هل ممكن أن احنا نشوف الدولار في البنوك المركزي أو البنوك الرسمية بقيمة 50 جنيه هقول لحضرتك في الوقت القيمة اللي ممكن تشوفها في الأيام اللي جاية وهل بالفعل هنشوف الخمسين جنيه دي داخل البنك المركزي والبنوك الرسمية ولا في السوق السوداء بس ولا فعلا هيتم القضاء أصلا على السوق السوداء هجاوب حضرتكو على كل الأسئلة دي بس ياريت لو حضرتكو مشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منها كل جديد بداية لازم تكون عارف أنه صندوق النقد الدولي فيه عنده مطالبات جديدة بتعويم كامل لقيمة الجنيه القيمة بصراحة مرعبة هقول لحضرتكو دلوقتي القيمة كام نشر التقرير صادم جدا بيقول أنه تم تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي للشريحة القادمة والبرنامجها مع مصر والتي كانت مقرر أن تكون في مارس الماضي لكنها تأخرت بسبب استكمال بعض المتطلبات مع صندوق النقد الدولي وعلى أساسه قد تم تأجيل المراجعة لشهر سبتمبر المقبل وطبعا ده بسبب أنه البنك المركزي لم يلتزم بالبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي المراجعة دي تاني مرة يتم تأجيلها المرة الأولى كان موعدها في شهر مارس الماضي وتم التأجيل لشهر ستة اللي هو القادم ودلوقتي تم التأجيل لشهر عشرة بسبب أنه مصر لم تلتزم بالاشتراطات المتفق عليها طيب هل الشهر القادم هنشوف تعويم ولا كده ما فيش تعويم هقول لحضرتك لا بصراحة اللي بيحصل ده بيخلي التعويم أو البنك المركزي ملتزم أكتر بفكرة التعويم ولكن القيمة هنتكلم عليها دلوقتي وعلى فكرة كمان التقرير ده تم نشره النهاردة على موقع أموال الغد وطبعا للي ما يعرفش الاشتراطات دي الاشتراطات اللي مبينة وبين صندوق النقد الدولي بتتمثل في ثلاث أشياء رئيسية أو دي أهم الاشتراطات أول حاجة هو رفع الدعم عن المحروقات زي البنزين والسولر وده حصل بالفعل والشرط الثاني وهو التخارج الدولة أو القطاع الحكومي من 32 شركة وبنك مموجودين وتمثلين في 17 قطاع منهم قطاعات طبع للجيش المصري وده تم العمل فيه بالفعل يعني أنه الحكومة المصرية بدأت بالفعل تطرح شركات في البرصة لمستثمرين استراتيجيين أو مصريين أيا كان أو خلاجة أو أي شيء المهم أنها بدأت تطرح ثلاث شركات من 32 شركة وبنك الدول في البرصة وبدأ يتم بيع أجزاء صغيرة منهم ولكن لسه الفلوس ما دخلتش للبنك المركزي طيب إيه فاضل هنا بالضبط؟ فاضل الشرط الأصعب جدا وهو تعويم الجنيه المصري وده اللي البنك المركزي مهتم جدا أنه يأجله قدر المستطاع محاولة منه لإنقاذ قيمة الجنيه المصري حتى ولو لمدة مش كبيرة المطلوب هنا بقى أنه يكون فيه سعر صرف واحد في مصر إما الرسمي أو السوق السوداء بمعنى أنه البنك المركزي مش فارق معاه القيمة يعني حضرتك عومت على 31 عومت على 41 مش مشكلة مش مشكلته خالص مشكلته كلها أنه يكون فيه قيمة واحدة للجنيه في مصر بمعنى إما أنه حضرتك اللي تتغلب على السوق السوداء وتوصل أنتو الاثنين تبقى 31 أو حتى خسائي مثلا 35 أو أنه حضرتك تلجأ لأنك تكون زيك زي السوق السوداء ب41 وساعتها هتم القضاء على السوق السوداء زي ما قلنا القيمة مش فرقة لأنه السندوق المفروض أنه هيحصل لمصر أو هيجلب لمصر استثمارات بقيمة 15 مليار دولار دول عمرهم ما هيدخلوا مصر وفيها سعرين للصرف وطبعا البنك المركزي إحنا شفنا أنه مش عنده السيطرة على السوق السوداء للأسف لأنه مش عنده دولار عشان كده تم وقف المراجعة من قبل السندوق النقد الدولي يومين كده شفنا كان موجود رجل أعمال ياسين منصور وطبعا ده غني عن التعريف كان بيتكلم عن التعويم على ميسي الحديدي وقال أنه لازم عشان تقدر حضرتك تعمل التعويم لازم تحارب السوق السوداء الأول وتقضي عليها والشرط الثاني لازم يكون حضرتك عندك وفرة في الدولار يعني أنه يكون عند حضرتك كتير جدا من الدولار تقدر تضخه في البنك المركزي والبنوك الرسمية أنه الناس تروح تلاقي الدولار موجود وبحسب كل البيانات للمؤشرات العالمية بتقول أن الدولار الأمريكي هيستمر في الصعود مقارنة بسلة العملات أو بالعملات الأخرى طيب ليه الدولار مرتفع بالشكل ده وليه بيستمد قوته من إيه أول حاجة بسبب التصريح بتاع صندوق النقد الدولي وده طبعا بيقلل ثقة المستثمرين في الجنيه المصري وكمان في مؤشرات النهاردة ظهرت ومبارح زي مثلا مؤشر التضخم الأمريكي واللي سجل 4.9 من 10% واللي كانت مسجلة 5% في شهر مارس وفيه كمان عندنا مؤشر ثقة المستهلك واللي جات أعلى من التوقعات وسجلت 102.3 من 10 وجات أعلى من التوقعات اللي كانت بتشير لأنها تكون 99 نقطة في الشهر السابق كان مسجل 101.3 من 10 يعني مؤشر الدولار بيرتفع مش بينخفض كل ده بيعزز قيمة الدولار بشكل مش طبيعي وبخليه يرتفع أمام كل العملات كمان عندنا بيانة توظيف بيقول إن هم قدروا يوفروا 10 مليون وظيفة خلال شهر إبريل وإنه كان متوقع إنهم ما يقدرواش يوفروا أكتر من 9 مليون وظيفة يعني الحقيقة كل المؤشرات الموجودة إيجابية والصالح الدولار ومؤشرات الدولار الأمريكي ولو حضرتك حابب تسأل عن الدهب للأسف دي كلها مؤشرات ضد الدهب هنشوف انخفاض في الفترة القادمة في الدهب ولكن لو حضرتك حابب تعرف قصة الدهب ورايح فين وإزاي ممكن حضرتك تتابعوا الحلقات اللي بتبقى معنا يوميا عن الدهب وطبعا مش هننسى مشكلة رفع سقف الدين اللي خلاص في طريقها للحل مع الكونجرس وأمريكا أنا قلت لحضرتكو قبل كده أنه لا مش هيضحوا بمكتساباتهم في الإصلاحات الاقتصادية الماضية ولازم هيتم حل المشكلة وبالفعل دلوقتي يعتبر بدأنا نشوف أنه تم حل الموضوع وهم دلوقتي بيرتضوا مع بعضهم باللي هيحصل في الأيام اللي جاية وبالفعل هيتم رفع سقف الدين كل ده بيرفع قيمة الدولار وبيضعف كل العملات في الأسواق النشأة وخصوصا هنا عندنا في مصر لأن احنا عندنا في مصر فيه عندنا ضغوط تانية في أشكال شكل تاني مع سندوق النقد الدولي وطبعا كل ده بيضطر البنك المركزي للقيام بالتعويم واتخاذ القرار بزيادة معدلات الفايدة من قبل لجنة السياسات في البنك المركزي يوم 22-6 المقبل لأنه هنا هيكون فيه مجموعة كبيرة جدا من العوامل الخارجية والداخلية تؤثر على قرار البنك المركزي سواء بالنسبة للفايدة أو حتى للتعويم أو حتى إجراء مرونة سارية لقيمة الجنيه أمام الدولار هتقول لي هيعوم بكام هقول لحضرتك ممكن إحنا تكلمنا قبل كده أن السينرويهات السابقة كانت بتتكلم في 3 جنيه 3 جنيه و70 إرش ده كل اللي حصل السنة اللي فاتت طيب يا ترى البنك المركزي في الأيام اللي جاية هيعوم الجنيه بنفس القيمة ولا هنشوف الدولار ب40 جنيه زي السوق السوداء ساعتها هيتم القضاء على السوق السوداء ولا هيتم إحداث مرونة سعرية ونشوف البنك المركزي بيتبع نفس السياسة للسنة 2022 هقول لحضرتك أنه للأسف إحنا اللي شايفينه دلوقتي أنه صندوق النقد الدولي ده مش اللي لازمه خالص وبيتكلم في أنه لا البنك المركزي أنا مش ده اللي عايزه منه ولا ده الإجراء اللي أنا محتاجه أنا محتاج إجراء بتعويم كامل للجنيه تعوين كامل لقيمة الجنيه يعني أنه عاوز أنه البنك المركزي يوصل بالقيمة للسوق السوداء لأنه لو وصل دلوقتي إلى 34 جنيه أو 35 جنيه مازال هيكون عندنا السوق السوداء بحوالي 39 و 38 جنيه والنهاردة بترتفع تاني لـ 41 و 42 جنيه يبقى إحنا كده ما عملناش حاجة وما قدرش يقضي على السوق السوداء ومصر لسه فيها سعرين للصرف الشيء الوحيد اللي ممكن يخليه يقضي على السوق السوداء تماما أنه يكون أنا كبنك عندي الدولار بقيمة 39 أو 40 والسوق السوداء فيها 39 أو 40 عشان تكونوا عارفين السوق السوداء ما يقدرش يغلي عن كده ولا يرفع عن كده أعلى قيمة وصلها كانت الـ 42 وده كان تصعيد منه قصاد الإجراءات اللي الحكومة أخدتها وبعد كده بدأ يرجع له القيمة المعتادة وهي ما بين الـ 38 للـ 39 جنيه على حسب المبلغ اللي معه حضرتك فأبدا مش من المتوقع أنه يوصل الـ 42 و 43 والكلام ده ولكن لو البنك المركزي وصل لقيمة الـ 40 جنيه والـ 39 جنيه زيه بالفعل هيتم القضاء على السوق السوداء تماما وانا لو انا معايا فلوس مش هروح او حضرتك او اي حد مش هيروح يغيرها من السوق السوداء ويبقى ملاحق أمنيا لكن هيروح البنك بمنتهى الاحترام والأدب هو يغير فلوسه من يناكه بكده الدولار ده كله هيروح للبنوك فهيكون فيه كمان استثمارات جديدة وهيكون أنه سعر الصرف واحد ما بين هنا وهنا ولكن قيمة الـ 40 جنيه دي قيمة عالية جدا 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 على البنك المركزي هو أصلا عنده مشكلة كمان أنه لازم يكون عنده دولار يقدر يغطي به القيمة دي مش أنا هعمل بـ 40 وخلاص بـ 40 وخلاص يبقى أنا لازم أروح ألاقي في البنك الدولار بـ 40 جنيه أقدر أشتريه أو أبيع أيا كان لكن بـ 40 وخلاص وروح ما لاقيهوش يبقى احنا كده ما عملناش حاجة خالص يبقى من المتوقع بالفعل أنه يوصل لقيمة الـ 40 جنيه لو ما اتبعش السيناريو هات بتاعت السنة اللي فاتت واللي هي للأسف ما بقتش مرضية بعد التقرير اللي قريناه النهاردة واللي شفناه النهاردة كيمة الـ 34 والـ 35 جنيه معناها أن الصندوق النقد الدولي آري اللي البنك المركزي هيعمله وبيقوله أنه كده لا مش ده المطلوب إمتى أقدر أرفض التعويم؟ أقدر أرفض التعويم لو رجعت له فلوسه وخلاص فلوس الشريحة الأولى وخلاص اكتفيت باللي أنا أخدته قبل كده وبدأت أسدد واكتفيت بأنه لا مش هيخد القرد وأرفض القرد ساعتها أقدر أرفض التعويم نتمنى أنه ده اللي يحصل لأنه السيناريا يكون مختلف تماما لو ده حصل ومصر كان عندها القدرة والاكتفاء الزاتي من الدولار وبقى عندها مصادر تانية غير صندوق النقد أو النكد الدولي اللي منكد على العالم كله أتمنى أكون قدرت أفيد حضراتكم النهاردة بمعلومة واحدة ويا ريت لو استفدتوا بمعلومة واحدة من الفيديو اضغطوا لايك وشير عشان يوصل لأكبر عدد من الناس وأشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد فأمان الله